اهلا وسهلا بكم في ثقافة في إطار الأسبوع الذي نخصصه للفن اللبناني وبمناسبة معرض أنوار لبنان الذي يقام في معهد العالم العربي حتى الثاني من يناير المقبل يسرني استضافة مصمم المعرض المهندس والفنان اللبناني كارل جرجس كارل جرجس أهلا وسهلا بك معنا أهلا فيك طبعا أنت معروف كموسيقي وعازف إيقاع مع فرقة مشروع ليلة لكن اليوم سنتحدث عن وجهك الآخر كمهندس وسينيغراف أنت صممت إذن معرض أنوار لبنان سؤال أول لك كيف وقع الاختيار عليك لتصميم هذا المعرض والذي يسرد تاريخ الفن اللبناني من عام خمسين حتى يومنا هذا هي بلشت القصة تقريبا من سنة بعد الانفجار اللي صاري ببيروت تأزى كتير بيتي فزبطت بيتي وجيت عباريز كرميل فضي راسي شوية وغير جاو وليقيت صديق لإليك إن عم بيعطي صف بي الجامعة الأمريكية في باريس في باريس ويشتغل كمان مع برجيل أرد فانديشن وطرح علي أنو زور معه الانستيتيوديو موند أرهاب وتلاقي صديق لإله كمان فراحت هنا أول مرة كنت تلاقي بكلود المان وفرجوني صالة جديدة بالمعهد هي تحت الأرض وكانت شوي متل ديبو ما فيها شي فيها غيرها مخزن أكتر وسألوني إذا عابيري أشتغل على البروجيت أرجع أصمي من الصالة أنت أرجع تسير مثل صالة عرض صالة عرض وهي صالة أيضا المانحين كما تسمى إذن إصلاح هذه الصالة وتصميم هذا المعرض الضخم الذي سيستمر حتى شهر كانون الثاني كارل يعني ما الذي تخيلته في هذا المكان عندما دخلت إليه وخاصة أن في أعمالك الهندسية دائما تهتم بطاقة المكان شو الطاقة اللي أخدت من هذا الطابق الذي تحت الأرض في معهد العالم العربي وشو فكرت تحوله؟ هي أول ما وصلت على السارة تكون صريحة حسيت أنه عم بنزل على بطن البنائي وهي بنائي كتير كمان مهمة لأنه جانوفال المهندس الفرنسي المعروف هو من صمامها وفتتحت بال87 سنة ميلادك exactly فكان لك هيك تسدنا iconic building طبعا البباني الأيكونية الأيكونية في باريس ومعمول بتعرفي بطن وإزاز وحديد فبروتاليست فكانت تفكر أنه عم ننزل جوي بطن البنائي فتخيلتها مثل مثل ما كانوا عم نقطع من عالم جانوفال لعالم تاني العالم جديد عالم من هذا العالم الرمادي لأن الألوان الرمادية هي التي تضطع على محكم العربي عالم عربي أكتر وعالم دافي أكتر فمن هون إجتنا فكرة أنه أشتغل بالطراب وبالأرض وبالتكسترز إذا المواد التي استخدمتها في تصميم هذا المعرض التراب ليس فقط بمعناه المجازي أنت جلبت أيضا التراب من بعدين إجت فكرة التراب من لبنان أول شي تخيلت هول الألوان اللي بتشبه العالم معربي وبعدين بس حكوني عن أول أول معراض اللي رح يكون عن لبنان إجتنا الفكرة أنه صنع كل شي بلبنان لأنه بتعرف اليوم الوضع كمان كتير سيء بلبنان فكان عبالي كمان شجع الصناع وشجع كمان أشخاص بلبنان يعني كل ما في هذا المعرض هو لبناني مئة بالمئة من عدل إضاءة بس لا في كمان شغلت مع ستوديو اسمه فابركة ستوديو للإضاءة بمدخل الصالة وشغلت كمان مع بيسميكرز كلمان صنع كل العلب والبوديوم والحيطان بوديوم ستتوضع طبعا الأعمال في المنهوتات ومع جوزاف شالهوب للغرافيك ديزاين وجي الخوري لآخر طبقة أو مستوى وكانت الفكرة أنه كان عملي استعامل أرض لبنان يعني التراب من لبنان واختلعنا إذا بدك مثل السيستام كلمان لدهن الحيطان بيبي تراب لبنان وكان التحدي هون كمان أنه ما تنسك في الانستيتيلي موندهاب في التيم تبعون شوي فريق المعهد فريق المعهد منهم معاودين على فريق خارجي مش بس على فريق خارجي أنه على حيطان منهم بيد أو بنفس ألوان المبنى فكانت تحدي أول شيء نعون بهالفكرة أنه كان عابلة يكونوا الحيطان مش مشويين بس أنه عندهم فيهم هذا اللون ترابي الدافئ الذي يشبه كما قلت وكمان نعون كمان أنه كان بدي يصنع كل شيء باللبنان فبالغرم من أنه بتعفل مشاكل والكهرباء والبنزين فطرنا نشتغل عن جهد مغامرة يعني كانت مغامرة خاصة أنه أيضا عملت عليه في وقت الوباء وحجر صحي في زمن قياسي وريد أن أعرف منك ما شكل علاقتك مع الفن اللبناني في هذا المعرض هناك الفن المعاصر هناك الفن الحديث أنا أعرف أنك تتابع الفن كثيرا خاصة عندما تسافر مع أعضاء فرقة مشروع علينا كلكم مهنسين ومصممين ودائما تبحثون على زيارة المعارض الجديدة والمتاحف لكن ما هي العلاقة مع الفن اللبناني وكيف غير هذا المعرض ربما من معرفتك وشكل علاقتك مع هذا الفن بالتاليك الصراحة كنت أعرف كذا فنين لبناني بس ما كنت أعرف يعني فيك السياق التاريخي بس شفت ليست طبعا الفنانيين تعجبت شفت أسامي أصحاب بعرفهم ما كنت أعرف إنه بيعنوا فن كمان فانبساطة أول شي إنه بعرف كتير ناس إنها الناس وشباب كمان وبعدين عرفت إنه كلول لما كمان كان عم يشجع الفن بلبنان فكمان استضاف فنينين شباب يعرضوا شغلون مع ناس كبار مثل جيرا جوسيون بول جيرا جوسيون وشافي عبود وميشيل باسبوس هاي دي الميكس كان كتير وبعد ما عرفتك بهد هؤلاء الفنانين وتعمقك أيضا بتعرف على أعمالهم شو شكل المسار اللي فرضوا عليك أو شكل المسار اللي عم تقترحه اليوم أنت على الزائف كان بدي لقى طريقة بتعرفي بس يفوت زائر شوية الصالة فيه وينزل على الأدراج بعدين فيه كذا فيه السال إيبوسيل فيها تميسيل وفيه كمان صالتين تاني فكتير كبير الإكزيبشن كبير المهارات كبير فكن لازم خبر قصة خلال الزيارة الزيارة ففكرت بتسلسل تاريخي ولا مش بالضرورة هني كنا بدون أقول شي تسلسل تاريخي يعني قلت عبيلة أخلط الشباب مع الأسامل الكبار فشو الطريقة يعني شكل حوار تخلقه بين فنانين مخضرمين أو فنانين رحلوا وعاشوا يعرفون لبنان آخر وفنانين يعني طبعا معاصرين ويعملون اليوم وعاشوا كل ما تعيشه يعيشه لبنان في الفترة فالحال الحال بعتقد كان أنه نبلش من الآخر يعني نبلش من اليوم وبلشت بشفت لوحة أيمان بعلبكي مع The End بالنص النهاية النهاية حسيت أنه حلو نبلش بهاللوحة لأنه اليوم لبنان بعتقد يعني ما فيه يكون بوضع أسوأ من هو عليه فكان بدي بلش بThe End بالآخر فننزل نبلش بالآخر وكل ما تروح تأدمي بالمعرض بتلاحظة أنه لوحاتها بتصير ملونة أكتر أي فترات نحن عم نحكي يعني بنخلص بآخر سالة بالستينات والخمسينات العصر الذهبي يعني إكزاكلي العصر الذهبي وبتشوف في أصلا لوحات كيف كلها ملونة وكلها مفرفحة بأول سالة بس تنزل تحت يلي هي يعني اليوم القيامة لوحات اغراسيف أكتر وفيه موفمت أكتر يعد بني أكتر وحركة أكتر ومواد أكتر طبعا هذه هي رحلة البصرية التي ربما سيغوص فيها أزائر هذا المعرض لكن أنت موسيقي أيضا كارل هل هناك توقعات لا أعرف يعني مرافق موسيقي أيضا في هذه هذه الرحلة فيها لير موسيقى بالمعرض اشتغلتها كمان مع فريق من الإماء ومع جيل خوري وفيها كذا يعني فيها كذا أكثر من فنان وأكثر من لون وأكثر من لون وأكثر من مود أكثر من مزاج من مزاج طيب أنت موسيقي وبنفس الوقت مهندس ولديك مكتب هندسي تعمل فيها في بيروت كيف توافق ووافقت بين هذين العالمين كارل واشتباك طبيعي هي طبيعية لأنني بأتقد العالمين هن مجموعين وبيستوحوا من بعض بس كنت سافر كثير مع الفرع مع مشروع لها كنت أعمل هندسي بس أقل شوي يعني كنت أخذ كم مشروع وهلأ بأتقد من وراء كوفيد ولأنه ما عم سافر يعني عنا حفلية أقل قررت أنه أطلق عن جد الهندسي يعني السيديو تابعي وركز عليها أكتر وش فلسفتك كمهندس يعني كل مهندس عنده أيضا رؤية معينة بدي كولها كمان بالعربي عم تصعبية تصعبية علي فلسفتي هي كونتكست السياق السياق أهم شيء إلي يعني كلما يطلع لي بروريج جديد كتير مهم أنه قضي وقت بالمحال وتعرف على السايت على الموعع قبل من فكرة تهدم يعني وبناء أنت تتعامل مع الموجود يعني بدي كمان أفهم شو إجراء من بعد من قبلي تعرف ودي أعمل فأي بعتقد الكونتكست أهم شيء سؤال أخير طبعا كل مهندس يحلم بتصميم متحف لو أعطيت هذه الفرصة أن تصمم متحف في مكان ما ما شكل هذا المتحف وأين ستقيه صعب السؤال لأنه مضوط أن أحلم كل مهندس يعني المتحف ما بعرف صراحة يعني كير بحب متحف بيروت ناشنال ميزيوم بيروت بس أنه متحف الوطني في بيروت بس بعتقد أنه بيحمل كمان متحف جديد واحد تاني فليلا يعني واحد بيروت كارل جرجس أتمنى لك كل التوفيق ونتمنى أن أراك قريبا أيضا على المسرح مع فرقة مشروع ليلى مشاهدين بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج ثقافة إذا كنتم في باريس لا تفوتوا فرصة زيارة معرض أنوار لبنان والذي يستمر حتى الثاني من شهر كانون الثاني عام 2022 شكرا لكم على حسن المتابعة واللقاء ترجمة نانسي قنقر